أشهد أشياء لا تفطر الصائم قطرة العين وقطرة الأذن والقي إذا لم يتعمده ومن أكل وشرب ناسيا وقلع الضرس وما يدخل في جوفه بغير اختياره والمستحاض يخرج دمها ووضع التحميل في الدبر لتسكين الحرارة أو للعلاج لأنه ليس أكلا ولا شربا وليس بمعنى الأكل والشر وكل حقنة ليست مغذية وبخاخ الربو إذا لم يكن معه دواء وبلع الريق هذا يدل أيها الأخوة والأخوات على سعة رحمة الله وأن الشريعة مبنية على رفع الحراج ترجمة نانسي قنقر